بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأتم صلاة وخير التسليم على نبينا ورسولنا محمدين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هي تحية أهل الإيمان في الدنيا ونسأل الله أن يجعلها تحيتنا وإياكم لنكون من أهل الجنة والنعيم حياكم الله مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم حياتفهم في مجلس العلم والإيمان مع الدكتور محمد راتب النبلسي ومرحبا بكم شيخنا وأساذنا الكريم بارك الله بكم ونفع بكم شيخ الشباب الله يكرمك يا دكتور محمد حديثنا شيخنا الفاضل ونحن على مقربة زمنية من أعظم ضيف من شهر رمضان مبارك قد يكون شهر أكثر وقال قليلا يفصل بيننا وبين هذا الضيف العزيز كيف لنا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك لكن لا بد من أن نعقب على كلمة الشباب بالمعنى الدقيق النفسي من هو الشاب؟ كل إنسان هدفه أكبر منه فهو شاب وهو في التسعين شاب كل إنسان هدفه محدود حققه وانتهى ممل لو واحد هدفه المال فقط وولد من والده مئة مليون هذا بالخمسة عشرين انتهى هدفه المال معه المال الحياة بلا معنى فالحياة بلا رسالة بلا هدف بلا مبادئ بلا قيم تافئة ومملة فلذلك الإنسان لما يصل لهدفه يحتقله هذا الهدف متى يبدأ شقاء الغني؟ بعد الغنى قبل الغنى الغنى متألق أمامه نعم هذا التألق ينتهي عند البلوغ أيام إنسان يشتري بيت منطقة مرتفعة كاشف مدينة كلها زار مرة رفيقه من شي سنة وأعجبه المنظر قال أشترى بيت جنبه والمنظر موجود قال لي واحد قال لي والله من سنة على البرندة ما طلعت نصبح مألوف مألوف لا هلأ في كلام أعمق من هيك رحمة الله بنا أن لم يجعل لهذه الدنيا نتائج مستمرة بل متناقصة إذا في لذة لذة متناقصة هي تظهر بمليون شيء شراء سيارة بعد أسبوعين عادية جدا شراء بيت ارتقاء منصب يعني أي شيء فيه له طموح الإنسان ويسعد به قبل بلوغه يتألقوا أمامه نعم فإذا بلغه انتهى فلذلك المؤمن غير المؤمن نعم يشقى في الدنيا أما لما الدنيا للمؤمن طريق الجنة صار شيء آخر قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا زاقوا طعمها لذلك المؤمن في جنة إنها جنة القرب ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا هي جنة القرب يا صلى الله عليه وسلم وجنة في الآخرة الله يفتح لكم إذلك قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلون عليها بالسيوف قال أبن تيميه ماذا يفعل أعدائي به مستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة إن حبسوني فحبسي خلوة إن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي به الله يفتح لكم يا دكتور الله يفتح لكم شهر نرتحن معكم إلى شهر رمضان مبارك كيف يفترض بالمسلم كفرد بالمسلم كعائلة كمجتمع أن يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان أنا لي أن أقول بتعريف جامع شامل لهذا الشهر إنها دورة تدريبية لنقل الإنسان من مستوى إلى مستوى لا سمح الله من مستوى المعصي للطاعة من الطاعة إلى العقل العقل للإحسان في مراتب رمضان مهمته أن ينقلك من مستوى إلى مستوى الأدنى مستوى المعصي برمضان يتوب إلى الله لكن أخطر شيء سلبي بهذا الشهر أن يصبح هذا الشهر عادة من عوائدنا يعني فيه أشياء مألوفة بالشهر فيه ولائم فيه سهرات على المسلسلات فيه صلاة متأخرة يعني الساعة 12 تعب بنام بفيه الفجر بعد الشمس كأنه ألغى الشهر ألغى العبادة جعلوا شهر ولائم سهرات أفلام وسلسلات ودائما بالإعلان للأفلام إن هذا الفيلم أنتج خصيصا لشهر رمضان المبارك تكون كله معاصي وآسام حياتنا فيها ازدواجية صارت حياتنا فيها شكل لا مضمون هذا شهر عبادة شهر قرب من الله شهر تلوة القرآن شهر غض البصر شهر ضبط اللسان شهر الإحسان دفع الزكاة شهر زيارة الأقارب صلة الأرحام شهر طاعات كله شهر إكرام مادي ومعنوي شهر اتصال بالله شهر تألق مع الله شهر عبادة طويلة شو؟ عشر ركعة الترويح تقف ساعة تستمع أمام أمام الله عز وجل لكلامه في رقوعه في سجود فكلما ضبط الإنسان واستقامته قطف سمارا هذا الشهر فسوحي ما غير شيء باستقامته فالكذب والغيب والنميم كأنها مفترات من نوع آخر نحن كل رمضان يأتي دكتور نتمنى أن نغير فيه أنفسنا للأفضل لكن مرات الواقع يكون مخيب للأمال ما الذي يحصل معنا وما الحل؟ أنا أقول الكلمة هذه نحن مثلا برمضان طلعنا درجة شوف انتهى رمضان نزلنا الدرجة ما استفدنا شيء ومفروض أنا أطلع الدرجة الدرجة تانية شوف نعم أنا أطلع هيك نعم فكل مرة قفزت قفزة نوعية هالمرة بالاستقامة كان ما في غضبصر صار في غضبصر قوي كان فيه صلوات أيام تفوتني صلوات متقنة وفي أوقاتها كان فيه جلسات لا ترضي الله غيبة ونميمة كلا تركتا فالإنسان كلما استقام اقترب من الواحد الديان فكأنه شاء رمضان دورة تدريبية على إحكام الاستقامة مبدئيا ثم إحكام صلاة بالله ثانيا هذا رمضان بعدين فيه تراكم سيدي فيه عشر أول عشر ثاني عشر ثالث كل مرحلة تنتقل من مرحلة لمرحلة هون صافي ألفة مع الصلاة هون صافي خشوع هون فيه إقبال لا فلون فالإنسان كلما ازداد قربا من الله ازداد تألقا نعم هلأ بجير العيد شو العيد فيه فهم للعيد مضحك أنه أكلنا حلويات بسنا جديد العيد عودة إلى الله العيد حقيقته عودة إلى الله لذلك وليكبر الله على ما أداهم الله أكبر وين كنت أنا كل هالقرب كل هالسعادة بالقرب أه وين كنت وين كنت ضوع وقت كله هي الله تكبير الدهشة كل هالسعادة بها الصيام كل هالطهر والعفاف بها الصيام كل غض البصر بها الصيام الله يفتح لك يا دكتور هل يفترض أن يبدأ التغيير مع بدء شهر رمضان يعني أنا مثلا لا أصلي أو أقصر في حقوق الله أنا ناوي بواحد رمضان أن أتغير هل يفترض أن يبدأ هناك تغيير أم الآن دكتور والله أنا ما عندي إمكانية أصدق النقلة الفجائية نقلة فجائية نوعية أنا مؤمن بالتدريج لما أنت بشهر مثلا شعبان بتحاول ما تعد بجلسة ما ترضي الله عز وجل هيئ نفسك إلى حاضنة إيمانية هيئ نفسك بغض بصر مقبول عند الله عز وجل بضبط لسان بضبط سمع في أغاني في أشياء كثيرة في ضبط اللسان ضبط العين ضبط الأذن هلأ ضبط اليد ما فيه مصافحة لمرأة لا تحل لك مثلا إلك بيت اعتني ببيتك اعتني بزوجتك هي حلالك فأنت لما تعمل محاولة تغيير تغيير وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني كأنه رمضان يختصر بالتغيير تغيير نحو الأحسن ومن مستوى إلى مستوى من تفلد إلى عبادة من عبادة إلى أقبال من أقبال إلى تألق إلى تقوى إذن من الآن يفترض من الإنسان أن يهيئ نفسه وأن يحضر نفسه لإستقبال رمضان لأنه حينما ينتظر رمضان أن يأتي فيبدأ معاه أنا مالي من أنصار إسلام مناسبات هنا احنا نذكر الأم بعيد الأم أنت كمؤمن يجب أن تذكرها وأن تتصل بها وأن تبرها ب365 يوم هي جاءتنا من الغرب بعدها رمضان شهر عبادة أنت من دون رمضان لا تعبد الله وفي تألق ولكن لا يوجد لا يوجد إحداث عبادة نعم في تألق نعم في حالة فتور بقى قبل رمضان وفي تألق وفي فتور التألق برمضان أنت بيتك إسلامي عملك إسلامي دخلك إسلامي مشاعرك إسلامية بيتك التزام لا يوجد بنت متفلطة من بناتك لا يوجد شاب لا تلقى منك تربية دقيقة أمفلتان كلامه غير معقول شهواته مباحة بيتك إسلامي زوجتك مطبقة للدين فرمضان شهر رقي بصير أما إذا واحد عنده تفلط قبلك رمضان شهر توبة توبة شهر توبة نصوح يعني الله عطاك فرصة سميها دورة تدريبية سميها دورة مكسفة نقلة نوعية قفزة في سلة بالإيمان قرب من الله أن تذوق طعم القرب من الله في هذه الأيام التي تسبق رمضان دكتور ماذا يفترض بنا أن نحضر أنفسنا كيف نهيئ أنفسنا لإستقبار رمضان ماذا نفعل يعني أنا لازم أعرف الصلاة وشروطة وأدافة وخصائصة وتألقها وقبول العبد بصلاته هذه معلومات دقيقة يعني بدي أطلب العلم يا أخي بالنهاية نعم أنت من أجل أن تكون متفوق باختصاصك بدك تعمل دورة تكسيفية فهو العلم هو الأصل في رمضان يعني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم لازم تعرف الله حتى تطيعه كيف شوف سيدي أنت ماشي بالطريق راكب سيارتك والإشارة حمراء شوف الساوي تقف نعم أولا تقف لأنه في شرطي واقف هذا الشرطي نائب وزير الداخلية فوزير الداخلية واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذه الشرطيات وقدرته تطولك تسحب الإجازة منك تحجز المركبة فأنت لما عندك يقيم قطعي أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه ما بتقدير أنت مع مين؟ مع وزير الداخلية مع بشر لأنه واضع بكل مفرق شرطي سير وعنده تقاطعات شرطي سير وأنت مواطن عادي من الدرجة الخامسة وهذا الشرطي يقدر يتبقى مخالفة ويحجز إذا دفعت مبلغ كبير لأنه أنت شايف هذا الوزير علمه يطولك وقدرته تطولك فتح القرآن سيدي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم نعم نقطين الأمر القرآن كله الوحي كله لتعلم نقطين أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك وأن خدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه للآخير سيدي نعم هذا شهر رمضان سيدي أن ترى إذا الله تعمل وحدها أن توحد أن ترى رحمة الله في الخلق أن ترى المهمة التي أنت مكلف بها أن تؤمن بالآخرة قد لك كلمة ثانية سيدي إذا واحد زال طبيب والطبيب وصف له وصفه عنده ذكاء اجتماعي فصافح الطبيب وشكره على عنايته البالغة وشكره على اهتمامه وشكره على الدواء اللي وصف له لكن ما اشترى الدواء إطلاقا نملق نعام بأعماقه من قلم الطبيب هذا مو مختص طريق هذا طبيب مختص بالقلب طريق طبيب هضم لأنك ما اشتريت الدواء ملق نعام بالطبيب هذا اسمه التكذيب العملي هو الخطير ما في عنا بكل العالم الإسلامي من يقول الله مموجود إلا قلة قليلة من الملحدين ما في جنة العالم الإسلامي ما في تكذيب لفظي في تكذيب عملي اللي عم يحط أمواله بالبنوك وياخد أرباح طائلة مطولة هو بيصلي وفيه يمحق الله الربا ما له أفضل فأنت مقدار إيمانك بالنص مقدار تطبيقه فقط وما آمن بالقرآن من استحل محارمة ما آمن بالقرآن من استحل محارمة فلما الإنسان يعرف الله المعرفة التي تحمله على طاعة الله هذه المعرفة تحمله وأي معرفة لا تحمل على طاعة الله لا قيمتها الله يفتح عليكم يا دكتور أنا إبليس قال لربي فبعزتك وهو إبليس اللعين سبحان الله الله يفتح عليكم يا دكتور أسأل فضلتكم شيخنا ومستمعين نقف إلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك مع دكتور محمد راتب النبي سألونا تم حلقتنا وحديثنا تحت عنوان الاستعداد لاستقبال شهر رمضان فابقوا معنا حياكم الله أيها الأخوات من جديد عبر أثير إذاعتكم حياة FM برنامج العلم والإيمان مع الدكتور محمد راتب النبي يأتيكم كل ثلاثاء بعد موجس الساعة الثالثة ويعاد بحول الله الحديثة عشر مساء وأيضا يوم الجمعة الساعة الخامسة فمرحبا بكم شيخنا الفضل نتحدث عن استعداد لاستقبال شهر رمضان في هذه الأيام في شهر رجب في شهر شعبان يحب كثير من الناس أن يبدأوا بزيادة العبادة لما بيكون يصوم شيخنا يصوم باثنين وخميس من لا يقيم الليل يبدأ من الآن شيء أنفشأ بقيامة الليل حتى يهيوا أنفسهم لعبادة زائدة في رمضان هل تنصح فضلتك بذلك ولا ينتاح الإنسان قبل رمضان أنصحوا بهذا نعم لكن لا يبالغ ليكون لرمضان بهجي نوضح حسيدنا حتى نفذها نحن أعملنا كل يوم قيام ليل عشرين ركعة مثلا نعم رمضان عشرين ركعة كمان فماعد صافي بهت اللون لا نحن من صوم من حين لآخر من صلي نفل بس نحن من خلي رمضان لتكاليفه الدقيقة جدا للترويح هذه الترويح هي فيها قوض أجرة أنا أليك كلمة دقيقة أنت لماذا تدخل إلى بيت من بيوت الله تدخل إلى هذا البيت لتتلقى تعليمات الصانع يفعل ولا تفعل تقول اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي بالفاتحة تقرأ الآية قل لعبادي يقول التي هي أحسن الركوع خضوع في تنفيذ هذه الآية خضوع السجود استبداد العون من الله على التنفيذ الخضوع ركوع الركوع والخضوع والسجود طلب المعونة فأنت مع كل آية بالصلاة إلى ركوع خاص ولها سجوده الخاص وقد ورد في الأثار لكل آية في الصلاة حظها من الركوع والسجود فأنت صليت كلما أتقنت هذه الصلاة جعلت نفسك في راحة كبيرة ولا خير في دين لا صلاة فيه ما في دين سماوي إذا في صلاة أنت ضعيف أنت ضعيف عاجز فقير خائف الصلاة بتأويك بتأوي ضعفك بتأوي علمك بتأوي حكمتك بتأوي قربك من الله عز وجل فالشيء السعادة بالاتصال بالله عز وجل ونعم بالله إذن أنت مع شيخنا العبادة من الآن لكن كما تفضلت بشيء من التدرج حتى ندخل بالهمة الكبيرة في شهر رمضان المبارك طيب كثير الناس أيضا دكتور يستعدون لشهر رمضان المبارك بمثلا مجالس العلم يقرؤون عن رمضان عن أجره عن فضله وينشرون ذلك حملات في المدارس في الجامعات هل أيضا شيخنا تنصح بهذا؟ أتمنى من إخوتي المستمعين نعم أن يكون لكل مستمع يعني درس أسبوعي أو درس نصف شهري نعم أما لا بد من لقاء لقاء مع عالم لقاء مع تعوي إلى الله لقاء مع أخو المؤمنين نعم لا يمكن ما يكون لك وجبة علم اللي يسموه الشحن فأنت هاتف خلوي قد يكون حق ومئة ألف نعم إذ ما شحنته انتهى أصبح قطعة بلاستيك لا تقدم ولا تؤخر فكما أن هذا الهاتف يحتاج إلى شحن أنا أولى أن أشحن فأنت يبدأ شحن علمي وشحن روحي فلابد ما يكون لك مجلس علم هل يجب أن يكون مجلس علم بالصور القديمة مثلا في مسجد وأنا أحضر ولا يمكن اليوم مثلا عبر التلفاز أو الإنترنت دكتور خاصة للنساء للنساء يعني شيء أفضل من عدمه أما هو الحقيقة أنه إذ كان في أخوة داعية مثلا متمرزة بالدعوة نعم عند طالبات إلى درس أسبوعي مثلا المرأة تفهم على المرأة وتقدم لها الحلول لمشكلاتها هو من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال لو كان ممكن من دون معلم ما في داعي يكون في أنبياء بالأساس تنزل كتب سماوية بنقرأها بتعلمنا نعم أنت حضرت التحضير الجيد لرمضان هذا لا يوجد مانئ هذه أشياء تفرح الأطفال هناك أشياء هناك نوع من العادات والتقاليد لا تتناقضوا مع شريعة إلا العيد الفطر هناك حلويات هذه الحلويات طعام طعام حلو لا يتناقض منهج الله عز وجل هناك زيارة أقارب وهذه صرية رحم فأي سلوك برمضان استثنائي مغطى بالشرع مقبول يعني أنت ترى زينة رمضان مشرع مقبولة لكن لا تصبح هي رمضان هي زينة لرمضان في آية دقيقة بس أنا بشم منها رائحة معينة فبذلك فليفرح هنا بتلاقي ماشي برمضان بتلاقي شرفة فيها أضواء ملونة وفي عندها آلية طفي وشعل يعني أنا مسلم فرحان برمضان هي عادة غير إسلامية بس ما في مانع أنا واضع على بيتي حبل من الأضواء الملونة وفي إلى حركة يعني أنا مسلم فرحان بشهر رمضان إذا كان شيء ما في نصبي حرم بس يعبر عن شيء عن محبة عن تقدير ما في عندي مانع أبدا طيب البعض شيخنا مستوى اهتمامه الشديد بمثل هذه الجزيات أنها أصبحت هي رمضان بالنسبة له بمعنى قد لا يصوم قد لا يذهب للمسجد للصلاة لكنه يضع زنات رمضان ويشعر بالعوض النفسي هذا تسبب قلوهم في الدين والإنسان المقصر عنده فراغة نعم أو عنده انهيدام بالنفس أيام مثلا واحد يعوض عن عدم اهتمامه بالدين يدفع مبلغ كبير أيام لفقير يكون يعني غير متوقع يدفعوا المبلغ بس عنده انهيدام بنفسه في عمل عمل صالح حتى يتوازن وبصراحة أقول لك إنه ضقيق الإنسان لما يعصي الله اختل توازنه كيف يرمموه؟ إما بتعلق بأحاديث ما لا أصل ضعيفة تؤكد إنه الله بيخفر الغفران سازج من دون سبب يعني من دون توبة فكل حديث ممكن يحنره مشكلته يتمسك فيه وقت يكون موضوع وكل حديث بيكشفه على حقيقته بإنك هذا مو معقول الكلام بس يبقى بيختار النصوص اللي بتعجبه هذا التلقي النصوص انتقائيا هي حالة خطيرة جدا حالة أهل النفاق يعني هو عم يأكل وضع ماله بالبنوك عم يأكل ربا نعم أي موضوع تاني ما له علاقة بالربا بحبزه احكي عن ربا بيتغير لونه ووضعته بمشكلته فهو الإنسان سيدي إذا كان بده يجني بده يأخذ الحقيقة ولو مرة أنا أقول لهؤلاء جميعا الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح نعم ما المميز في رمضان والذي يفترض على كل إنسان يعني من الآن أن يعظمه حتى يعظم رمضان في قلبه حتى فعلا يقبل على رمضان فيكون صاحب همه وقادة في تلاوته في قيامه في أعماله الصالحة في دعوته لله كيف يمكن أن نشحن أنفسنا فعلا لنستشعر بعظمة هذا الشهر العظيم ومن يعظم شعائر الله نعم فإن هذا من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله يعني مثلا واحد معه مرض يبيح له أن يفطر نعم يفوت لمطعم يأكل صندوي شيء قدام الناس كله من يعرف أنه أنت مريض ومرضك يبيح لك الفطر قل لي أنت بهذا تستخف بهذا الشهر لذلك الإنسان لو كان فطر لسبب شرعي يمسك عن تناول الطعام أمام الناس بالبيت يأكل أما يأكل صندويشة بالطريق ليس معقول أي أنت مستخف بهذا الشهر قال إذا بليت بالمعاصي فستروا مبدئيا إذا أنت مضطر تفطر لسبب صحي معين يجب ما تأكل أدام الناس هذا من الأدام بشهر رمضان نعم وإيام بيكون اللقاء ما يرضي الله عز وجل اللقاء مختلط ونساء كاسيات عاريات وأنت صاهم ما تزبطي أطلاق البصار في إلوه بشكال برمضان وبغير رمضان تزال نعم شيخنا انشغلات الناس كثيرة هذه الأيام جامعات بأوقات طويلة دوان بساعات طويلة كيف يمكن لنا أن نوفق بينها وبين حقوق الله والعبادة في شهر رمضان من الآن تحضيرا وفي رمضان عبادتها الله أنا أرى أنه لا يصعب عن طريق تنظيم الوقت من أداء الواجبات بكل أنواعه نعم إن شخص له زوجة لها الحق عليه أن يتجلس معها باليوم نعم عشرين دقيقة نصف ساعة فقط ولأولاد بتقعد معهم ويش بطعام واحدة الله شو حكى الأستاذ اليوم الفجر صليته اليوم إن شاء الله الله يرضى عليك ماذا عن عالماتك؟ بتجلسي مع أولادك؟ وتجلسي مع زوجتك؟ إلا أم تزورها باليوم؟ يوم أي يوم؟ لا مثلا أو كل يوم فهو الحقيقة أداء جميع الواجبات هو الكمال نحنا كنا نظن أنه بكفي تنجح بشيء واحد هذا المعنى انتهى النجاح الوحادي مرفوض الآن بالحياة نعم لا تعد ناجحا في الحياة إلا إذا نجحت في كل علاقاتك إلك علاقة مع الله يجب أن تنجح معها إلك علاقة مع زوجتك هناك نجاح مع الزوجة نجاح مع الأولاد مع الوالدين مع الأخوات زمنية دكتور كيف نوفق بين هذا ومع العمل الطويل وكثرة الأعباء ومع التفرغ للعبادة في روضان أنا مؤمن بتنظيم الوقت مهما كان عندك مشاغل ممكن بعد الطعام تعود مع أهلك ربع ساعة نعم ممكن تطلق العلم من خلال يعني درس بجامع شي نصف ساعة باليوم أنا كنت أعمل بالشام درس بعد الترويح 20 دقيقة فقط بس ثلاثين درس مركزين جداً دخل للجامع وطلع بمنهج نعم فأنا عرفان الوقت صار صعب كثير وفي ازدحام شديد وعرفان أيضاً أنه الآن كل شي طويل ممل أنا عندي أطول درس أطول درس بربضان عشرين دقيقة بيعود الإنسان بعد الترويح عرفان معهم بس عشرين دقيقة ما عنده قلاق أن يكون مفتوح الوقت وأنا أرفض يكون الوقت مفتوح مفتوح واحد عنده موعد مع مريض واعد طبيب مريض يزوره بعد الترويح الترويح إلى وقت محدد يجب أن تنتهي كل يوم بوقت المحدد نظمت وقت المصلي هلأ ممكن تقرأ برمضان ليس تقرأ ختمة ختمة يعني باليوم عندها بتعوث فيه ساعة ونص دقريباً فيه شيء فوق طاقة الناس ممكن يكونت من رقعات موعد عشر رقعة ما فيه مشكلة أبداً بس العبادة لا تترك لكن تخفض من مستوى شاق صعب وقت فيه تفرق واحد بتقاعد ما عنده شيء مثلاً فيه طالب جامعة أو أستاذ جامعة فيه عنده محاضرات ثاني يوم يعني فيه واحد والدليل فيه دليل قرآني دقيق فإذا فرغت فانصب فانصب للعبادة يعني كنت مشغول معه ابنه التهاب سحاية وما قلق عليه قلق مزهل يعني مشغول بمعارش ابنه من مستشفى لمستشفى بده تحليل بده إيكو بده تصوير بده تحليل دم فإذا فرغت فانصب والآية كثير مريحة نعم الله يفتح لكم دكتور أيضاً نسأذن فضلاتكم شيخنا ومستمعين الكرام نقف إلى فاصل ونعود بعد ذلك معاً لنكمل عبر أثير حياتهم حلقتنا مع الدكتور محمد الراتب النبيلسي وحديثنا فيها مسترسل تحت عنوان الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان فاصل قصير ونعود مستمعين بحول الله فابقوا معنا موسيقى موسيقى من جديد أهلاً ومرحباً بكم دكتور شيخنا الفاضل هي أيام قليلة تفصل بيننا وبين شهر رمضان مبارك ما الذي ننتظره؟ نريد أن تشوقنا لنستنشق نفحات الشهر الفضيل من الآن خاب وخسر أو تعسى من أدرك رمضان ولم يغفر له إن لم يغفر له فمتى؟ أنت في شهر المغفرة شهر التوبة شهر العمل الصالح شهر إنفاق الزكاة شهر صنية الرحم الرمضان كله عبادات عبادات اجتماعية ومالية دفع الزكاة وعبادات شعائرية الترويح والفجر أنا أول شيء أتمنى العادات والتقاليد التي تتناقض مع هذا الشهر أن نبتعد عنها مثل ماذا دكتور؟ شهر الولائم كل يوم يوجد أفطار عنده واحد طبعاً الأهل يتحضرون الطعام من يومين سابقاً ويتأكل الأكل بعدين يعدون والحديث غير منضبط لا يوجد خوف من غيبة ولا نميمة ولا تعليق والتلفزيون مفتوح على أفلام يتموا هكذا حتى الساعة 12 وحدة يتعبوا ويناموا ما بيلا حول سحور والسحور بركة والسحور من شعائر هذا الشهر العظيم فإذا كان إحنا اكتفينا بترك الطعام والشراب هذا الصيام لا يقدم ولا يؤخر وكأنه ما صام من يقول لك دكتور مثل هذه العزائم هي من باب تفطير الصائم وهذا له أجر في رمضان انت شيخنا مش مع العزائم برمضان لا والله أنا مع عزائم طلاب العلم أنا بعمل لطلاب العزائم أنا وينما كان في بلدي في طلاب من مثلا الشيشان طلاب من السودان طلاب من آسيا هذول ما لهم أهل أنا أجري ولائم برمضان لطلاب العلم بالجامع بعملها فلما بيعدوا أيام للمحسنين دعوة أيام للطباء دعوة أنا هكذا أفعل في رمضان ولائم ولائم هادفة عن الأهل والرحم دكتور والله رمضان لصنية الرحم بشو بصير ممكن زورهم بالعصر تقريبا فعندك وقت وقت بحرج وأنت جائع وما أدرا أن تنام من الجوع مثلا إذا كان شهر أيوم طويل فأنت من عصر للمغرب ممكن تعمل تطل على أخواتك البنات على خالتك على عمتك تعمل صلة رحم برمضان نعم لكن فكرة كما تفضلت أن الإنسان يعني قضيها يعزم أحداً أو يعزم عند الآخرين ولا السيدات يصوم يعني يتعبد ولا الإنسان ما فيه انضباط أطلاقاً يتفرغ للعبادة وقته ويذهب شهر اجتماعي صار نعم ما عاد تعبد طيب ما تعليق فضلاتكم أيضاً دكتور علاماء يشاعر الآن في رمضان زي الخيم الرمضاني وسهرات فيها أرقيلة فيها لعب شدة فيها أرقيلة ورعب شدة وراقصة فيه كمان سيدي أكيد عملك في لبنان فيه راقصة نعم راقصة وأرقيلة ورعب شدة وطاولة شيش بيش نعم هو صايم شيء يضحك سيدي هذا الدين لما بصير فولوكلور هذا إسلام فولوكلوري صار عادات وتقاليد وما له علاقة مع الدين إطلاقاً نعم يعني صلي قبل أن لا تصلي أقيس عليه وصوم قبل أن لا تصوم نعم بدك حاضنة إيمانية بصراحة بدك رفقاء مؤمنون بدك أسرة مؤمنة بدك أقرباء مؤمنون طيب لما أنت بصاحب برمضان شخص متفلت يزهدك بالشهر بفرجك أنه أنت مغلطان الطعام وشراب شيء أساسي بالحياة نعم ما سيصير في طهر نعم أعرف شخص قلت لك باللقاء السابق أنه هو شارب خمر نعم 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 شيخنا الفاضل هل في مثلاً خطة مقترحة أو جدول مقترحة للعبادات يمكن فعلاً أن يعين الإنسان أن يستغل للشهر الفضل أولاً أتمنى من أعماق أعماقي أن تختم القرآن في رمضان هي قراءة سمية عبدية أنا كل يوم جزء بدأت القراءة نعم ما يكفي في قراءة بحث ودرس يكفي آيتين تتعمق بفهم آيتين ثلاث آيات أربع آيات كيف نفهمهم دكتور؟ من تفسير من قراءة تفسيره تمام العبد الفقير يفتح موقعي القرآن كله مفسر حمد الله بتفصيل شديد جداً حمد الله نعم تفهم القرآن؟ فإذا أنت قرأت قراءة عبدية جزء كل يوم وكل يوم آيتين ثلاثة بس بالآيات المحكمات منهج للحياة وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً إني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان منكم الصدق ومني العدل أي تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل بينكم بنحكى ساعة الآية هي نعم ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً اتقيت الله بتربية أولادك فلك مخرج من عقوقهم اتقيت الله باختيار زوجتك مؤمنة فأنت نجوت من الشقاق الزوجي اتقيت ما لك بكسب اتقيت الله بكسب ما لك نعم نجوت من الإفلاس نعم طيب أيضاً خطة هيك يعني دكتور يعني إضافة لختمة القرآن الكريم في رمضان ما هي العبادات التي تنصح المستمعي الكرام أن يواضبوا عليها كله باليوم حضور درس دين مجل سالم كل الدول الإسلامية فيه درس بعد الترويحة نعم وأنا كنت أعمله عشرين دقيقة فقط ودرس بعد الفجر هذول أهم درسين درس الفجر ودرس الترويح بعد الترويح تنصح الناس بأداء الترويح في المساجد الدكتور أو في بيوتهم وبين عائلاتهم وفرضنا أن واحد عنده ثلث بنات وأربع شباب نعم وزوجة وقام صلى الترويح فيهم هذه أفضل من ألف صلاة هذه جماعية صارت استيقظ صباحاً سهب للمساجد غير رمضان وصلى بالجامع ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة إليه حتى يمسي نعم طيب إذا فيأت الأولاد وتوضوا أمامك والبنات تتوضوا وصليت بهم إماماً رأيت صفحة بالقرآن أعتمعون الآية ما معناها يا بابا والآية ما معناها من سمع قصة من أستاذه مؤثرة بالدين أعتمعون شيء نصف ساعة هذه أكبر عبادة لأن الأولاء الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أولادك من لهم غيرك مين لهم غيرك نعم فأنا والله من اجتهادي في جلسة مع بناتي نعم كل أسبوع جلسة فضيلتك مع عائلتك نعم نعم مع بناتك نعم جلسة تشرح العفون دكتور دين نشرح أي حديث أسبوعياً أبداً لهم ولا مع عائلاتهم وأولادهم لهم مع أولادهم طبعاً نعم ما في مشكلة جميل جميل ربنا نتقبل إن شاء الله بس ليس مع أزواجهم أزواجهم ما في أنا ما عندي صهر يشوف مرت أخوي نعم حتى ما أصير اختلاق ما مو في اختلاق نعم الله يثبتكم ويفتح عليكم دكتور قاعدة أن يصلي في أهل بيته دكتور ويكسب فيهم أجر ويحفظوا يعني دينهم هي لنوافل والفرائض ولا للنوافل فقط لا للفرائض معنش حتى للفرائض أزواج الفجر الصلاة مع أولاده و بناته وأرى قراءة جيدة وأما بهم شو في مشكلة نعم هذول أولى من تباعة الجامعة نعم طالما تحققت الجماعة في البيت نعم طيب تحدثنا الدكتور نعفو أما واحد مثلا بناته مزوجات كلهم أولادهم مزوجين نعم مع زوجته أخذ أوراعة الجامعة الجامعة أولى نعم نعم هل كنت أسأل فضلتك عن صلاة النساء في المساجد في الترويح وكذا ليس كحكم فقه بقدر ما هل تنصح بها دكتور؟ يعني بس أنه أن تتق المرأة يعني أن تكون مزينة نعم أو سيابة غير إسلامية نعم أن تبتعد عن هذا نعم إرجعنا النبي قال مأزورات غير مأجورات لمنك؟ حمد الوزر يعني كان في تزيون بطري وفي كذا نعم نعم طيب دكتور حدثنا عن ختمة القرآن وعن صلاة الترويح وعن واجبة السحور حدثتنا أيضا عن يعني الوقت والولاية من تكون يعني يعني لا يشتر الإنسان أن يراعي كل العادات والتقاليد لا ممكن كما تفضلت أن يؤخر العزائم لبعد رمضان نعم أما رمضان للعبادة ليس المناسبات نعم ماذا أيضا تضيف في يعني قائمة عبادتنا اليومية في رمضان دكتور من نصائح؟ يعني نحن إذا كان القرآن قرأناه نعم قراءة تدبر أنا من عادتي يعني بتتخذ مصحف قد يكون قديم جدا عندي نعم يعني في أحداث منه بكتير كل ما شفت آية هيك مؤسرة بحط تحت خط أحمر هذه قراءة قراءة ممنهجة هذه آيات الأمر تحت خط أخضر آيات النهي تحت خط أحمر قراءة قرآن ممنهجة لماذا دكتور؟ إلي إلي الحالي أنا ما عم بقرأة السورة الطويلة هذه الآيات تأثرت فيها إشارة إلها أنا بتصفح القرآن تصفح عادي أستذكر كل معاني هذه الآيات هذه قضية بالتربية مهمة جدا نعم أنت بتعمل دراسة مسجلة أي طالب يقرأ الفقرة يلخصها على الهامش لا ينسها فأنت عندما تقرأ القرآن التفاعل هي قراءة تفاعلية إذا فيها آية تأثرت فيها والله ألهمك بمعاني دقيقة فيها أو رجعت معانيها بالتفاثير وتأثرت ما لا إشارة الآية عندك لقاء سهرة مع أخوتك البنات مثلا كل أسبوع كنت حكو بالأسعار والزينة والنهزياء بفتح المصحف اللي فيه آيات أنا متأثر فيها وأنا بذكر تأثري بالآيات معي مادة يحكيها بقول لك الأخ مؤمن خلي معك مادة متأثر بها سمعتها من عالم من خطيب مزد ريتها بكتاب كثير مؤثرة للآية تفسير الآية أنا مكتبة عندي الدفتر صغير قاعد بجلسة بفتح الدفتر بحكيها الآية هذا صار ذكر لله عز وجل في العبادات دكتور ما الفرق بين نهار رمضان وبين ليله يعني ما العبادات التي تنصح المستمعين لساعات الصيام والنهار والعبادات المسائية الليلة والله النهار الصلاوات الخمس فقط أما ممكن الأوابين الضحى تصلى نعم 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 ممكن يعني بعض النوافذ الصلية مبليل الترويح الترويح أنت مفطر أكلت شفعت وصمت وطعت وما خربت أبداً أنت مستعد لتلقي التجلي من الله عز وجل نعم والتجلي هو كرم يتنزل من الله على من يتعبد نعم أبداً لكن ممكن أن يكون 8 رقعات الترويح نعم ممكن أن هنا حصل أردن كل 8 رقعات تقريباً كثير من المساج الثمانية نعم تخفيفاً تخفيفاً نعم 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 وكل إنسان يعني يوصل بطاقة نعم الله يفتح لكم يا دكتور حمساتكم ونصيحتكم للناس دكتور فيما تبقى من شهر رجب ولشهر شعبان كي يستعدوا استعداداً إيمانياً لاستقبال لرمضان ماذا تنصح المجتمعين؟ يعني كل شغلة الإنسان يعلمها علماً يقين أنه غلط نعم ما بتقول الله يتركها من هلأ نقول لك الحالي الحادي جداً من أسود إلى أبيض بصابعي تعمل منطقة رمادي بعدين بيجي الصيام المشرك نعم الله يفتح لكم هل لنا نختم لقاءنا هذا بدعاء ونسأله أن يستجيب دعاءنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين واحق دماء المسلمين في كل مكان واحق دماءهم في الشام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفادح الحمد لله رب العالمين بارك الله بكم شيخنا وأساذنا الأساذ الدكتور محمد راتب النبي سيد داعي الإسلام كبير والمعروف وحديثنا مستمعينا كان عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وكما تفضل الدكتور جميل الإنسان أن يخلع ثوب الأخطاء والمعاصي من اليوم وأن يستعد نفسياً وإيمانياً ليستقبل هذا الشهر وأن ينتقل من سوادي تلك الذنوب إلى بياض رمضان لكن أن يكون انتقالاً تدريجياً حتى يتحقق التغيير بحول الله وفي رمضان نصى الله القبول والثبات على هذه العبادة إلى هنا تنتهي حلقتنا مع الدكتور محمد راتب النبيلسي كل ثلاثاء بعد مجاز الثالثة يعاد بذات اليوم الحادية عشر مساءًا ويوم الجمعة الخامسة مساءًا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله لأنت نستغفرك أن أتوب إليك طيب الله وقاتكم دائماً بالخير على حياة FM السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر